ترجمة نانسي قنقر أنا حويش أخبط كلي كويسي أه خدي عايزة اغلق عايزة والشاشة وايرع يلا ديك أنا أصلي بتعلم بصعوبة شوية مقتخين غبية معلش ما بفهمش الناس بسرعة بس يوم ما بفهم ما بقوا واحدة تانية خالص وبما إن الفلوس صوتها عالي فمن هنا أرايح يا نجوة ما فيس صوتها عالي عن صوت وضبوها أنت هتفضل قاعد كتير كده يا فارس أنا غلطاني إن سمعت كلمك من الأول يا باهيري الوادي ابنت كان عنده حق البتة عيارها فلت وجابت لنا العر يا باهيري أنا غلطاني إن ما هو التاج من الأول أنا اللي غلطاني يا باهيري أخبتي فلوس كتير؟ تستاهل يعني؟ تستاهلت بعيني وترمينة هنا كده؟ أو تكونيش عملت اللي عملتيز ده زكتاً عن نفسك؟ أوه أوه ا عليا لني تكونيهٍ حبيتين مع الدولاب بس عّوا بين وبينك هتحك أوه جبه عمران Scholars وزي ما أنتي قلت شغلانتك دي شغلانة مش مذاجك aba زي شرب القهر بصد وأنت مذاج weighوي جمعت صواتي يا حاجة عياطي ولا تفتكني لحدا يعبرك ولا يسمع حتى صوتك ويجي يمكيزك الحرام العسكري اللي هي في بره ده تلعب ظروفه صعبة قوي زينا كده بالصباح القضية دي تقفت ولا لسا لها ديولي للأسف لأ هنتخرجة بكفالة يا داي تنمين دفعها؟ أنا اللي دفعتها شكري أوي يا أستاذ مختار إن شاء الله بكرة فلوسك هتكون عندك سمحتنا عايزة رواحة لا شايمالة لا لا انتهاباتي عندنا مش هينفى عاجي عندكو أصلا أنا خارجة من عندكو بقى ميس النور والناشتس كلها شافيتني وانازل عندكو كده وكفافة ضايح أول حد كده طب يا الله بس نتغدى الأول بقى نتكلم في الحكاية دي أستاذ مختار بجد أنا بشكرك على كل حاجة عملتها معي أنا مش عارفة أردلك جمالك إزاي؟ ولا هترده ولا هتعملي أي حاجة ما عارف إيه اللي في دماغك تروسها مندي عشان تعملي اللي في دماغك ده وتاخدي حقك لازم تفكري في الخطوة الجاية وتحسي بيها كويس أوي خصوصاً بعد ما عارفتي إيه وتخصمك قد إيه؟ حضرتك تتكلم عن إيه؟ ما تتكلم عن ماضياتنا كلنا مش قضية ليلة لوحدها قضية أي حد تظلم وعايز ياخد حقه وعايز ياخده بالقانون مع إنه عارف ومتأكد نخسمه له قانون داني خالص قانون خاص بيه يلا يلا عالبيت وقع مده يجلنا لحناك أنا للأسف مش عارف أجي معيك وعندي بعد مهمة روحوا انتوا تفضلوا طيب يلا عايز رأيه؟ سيب البيت امشي وسيب لهم الفيلا شوف أنا تربيت برا وعشت أكتر من نص عمري في بلاد الناس هنا بيقولوا عنها إنها ما عندهاش قيم ولا أخلاق بس ده مش حقيقي الناس هناك عارفين كويس قوي الصح من الغلط بس أحياناً الواحد بيختار إنه يعمل الغلط وهو عارف إنه الصح مش كده عادي كلنا بنعمل كده بس المهم إنه غلطهم شخصي ما بيقزوش حد جنبهم تاسو ليه؟ عايز أقولك إنه طالما إنه العيلة اللي إنت عايش فيها واللي المفروض إنك فرد من أفرادها كل واحد فيهم بيعمل اللي هو عايزه وكل واحد فيهم في ناحية خلاص يبقى أنت كمان لازم تعمل كده لازم تبعد ولازم تعمل لنفسك عيلة تانية عيلة تانية إيه؟ انت أزاي ما يبعد عن أبوك؟ أبوك هو اللي بعد عنك يا خالد من ساعة ما قرر إنه هو ياخد لك كل قرارات حياتك بالنيابة عنك ومش بس كده تعامل كده مع يوسف وأعمل كده مع راوية أنت عارف إنه راوية ساعة بتسعب علي؟ راوية؟ راوية بتسعب عليك أنت؟ طب إزاي؟ علشان راوية ما اخترتش أي حاجة في حياتها كل حاجة مفروضة عليها فطبيعي إن يكون جواها كم من الكراهية غير عادي لكل اللي حواليها وبالذات ليك أنت عشان أنت مفروض عليها أنا عملي يا ذات راوية بالعاكس أنا كنت بحاول طول اللوقت إن أنا أحبها كنت بات تقف يا ربنا بس المشكلة بقى إن هيكا بتحاول تستفزيني طول اللوقت عمرها ما حسب بيها لو علشان عمرها محبتك يا خيلي ما فكرتش إنها ممكن تكون كانت بتحب حد تاني كيف مجنونة يا بيها؟ ليه مجنونة ليه؟ ما تحاول تشوف الأمور من وجهة نظرها واحدة كانت مجبرة إن هي تتجاوز واحد لمجرد إن هو ابن عمه وهو نفسه عمره محسسها إن هو بيحبها ولا في أي حاجة بتربطهم ببعض حتى مفيش ولاد حتزعل صح؟ أنا مش أصيزع عليك يا خيلي هو المجتمع داعبه كده ما بيحبش يسمع الحقيقة وكل واحد حاسس إن هو مظلوم وإن محدش استحمل اللي هو استحمله أنا عارفة إن أنت متدايب بس مش المفروض تكون متدايب اللي عندك ده مرض زي أي مرض زي الأنفروانزة عادي لو كانت هلبد وكيت تخفي منه بكرة بعده بعد سنة بعد سنين مش هي دي المشكلة في علاقتك براوي المشكلة في علاقتكم هو أنتوا تتقبلوا بعض ولا لأ هيا قادرة تحبك ولا لأ؟ وإنت قادرة تتقبل عيشتك معاها ولا لأ؟ حياتنا مش حقيقة يا صوفي نعايشين حقيقة بالعكس مش عارفين نحس بأي حاجة حلوة فيها من الجوز اللي لازم نتجوزه عشان العداية والتقالية والفلوس بنقول إن إحنا بنحافظ على بعض والحقيقة بقى إن إحنا بنحافظ على الفلوس اللي في الجنوب والعربيات اللي قدام البلد بنتحك في قوش بعض كل يوم بس الحقيقة إن إحنا مستنيين أي حد فينا يموت عشان نهرس يوسف عاش حياة محدش يعرف عنا حاجة مدعيشت حياة مريدة كنت بحاول أغرب منه طلوقت وبابا بابا كل يوم يعملنا مفاجأة أكبر من التانية بنتي وقعنا عشين فينا بس أنا سمعت إنهم طلعوا بكفالة النهاردة يا باشا يطلعوا ولا ما يطلعوش مش هيا دي القضية المهم عندنا إن الجرائط كتبت عنهم وتسيح لهم وتفضحوا فضيحة بجلاجل وده ساعدتك له عشر فوائد أنا أقول لساعدتك على اثنين منهم قول يا جلجل أولا البت اللي اسمها ليلة دي بقت خلاص متهم رسمي في قضية مشبوعة هي والمحامي بتاعها ثانيا الأستاذ عماد المحامي الجميل هيتشطب من النقاب وهو ده اللي ساعدتك عاوزه صح؟ صح أنا مجهز لك الشيك عشان تعرف إن المعداوي إذا وعد أوفى يا باشا من يد ما نعدمها طب يا باشا ده يعني مكافئة من ساعدتك لينا عشان نفذنا طلباتك أنا بقى كان لها خدمة يعني كده صغيرة أمور مجموعة الشركات المعداة والله أما صلى على نابة اللي أما لحزها دي يعني مش محتاجة يعني حد في الشيون القانونية آه إنت عايز تشتغل معايا آه إيه الصعب لا مش صعب ولا حاجة بس سيبني يومين أردت بالحكاية دي هبقيت واحدة مشبوعة تعد دعارة كل المجالات من البارح منزلة صور بتتكلم عني صرتي بقت على كل لساني أنا خلاص ما عادش ليه الحق في ممارسة المهنة تدفعت عني عشان حسيت إنك أنا عندي الحق الحق ده هو اللي وصلك للي إنت فيه دلوقتي خسرت كل حاجة مش صح لا صح هو ده اللي حصل إنت لو عندك حق بس إنسان ضعيف ومفيش حد يسندك حسنك إن إنت تسكت بدلا ما تتفتح وتحط راسك في الطين وإحمد ربنا بقى أن اللي زال ما كسبك تعيش بس أنا مش هزكتكم ولا أنا هزكت وأنا مش هزكتكم وأنا قلتها لك قبلك ده مرة أعمال البناء قدم حياته ما بتنتهيش غير لما مهمته في الحياة دي بتنتقي أنا كنت تقول عمري بس لنفسي بطرعي المهمة اللي فضلها لي دلوقتي بس عرفتها إن أفضل ورقه لغاية ما أثبت إن الحق أحق مهما طال الزمن أنا عايزة إن مع الدو يجي لحد عندي راقع ويقول لي رحميني وأنا هعمل لك كل اللي إنت عايزيه وبرضو ما رحمهوش الكلام ده دي ماوي إن مع الدو ده لازم يعرف إن حبل المشناء اللي علقه وكان بيعلقه نفسه وهيلفي بيرقابته بإيده أنت خرجتي إمتى يا ليلى ابني عاملية ابنك زي الفل بس مصورة وتفتحت في العياب وانت عارف ده بايبي بقى وأنا ماليش في الكلام دوت بقولك إيه ما دزعليش من البت نجوة أصلها نقصة وإلي تشتغل الشغلانة دي تحد يتأمن لها ابتسام سكنا فين ليه؟ عايزي أنه أنا ضروري أيها طب أعرف بس ليه؟ مش أنت بتقولي هي بيت كويسة وأنت بتحبيها قوي؟ آه بحبها جدا كمان بحتى جابالي شغلانة غير الشغلانة أنا بشتغل فيها أنت هتسيب البيت اللي انت شغالها فيه دي لا خالص أنا مش هسيبه بس هي يعني بتحب تخدمني وتقولي الناس دي كويسة وبتدفع كويس بس أنا ما يهمينيش الفلوس أنا يهميني الراحة النفسية الأول طيب أقولي لها أنا عايزة أقابلها داروي لو سمحت طب ممكن أعرف ليه؟ يا ستي لما أقابلها هتعرفي فيها يا شايماء بتفكري في إيه؟ بس أنا يعني بصراحة خايفة تطلبي منها حاجة مش ولابد طلب مش ولابد؟ إياً هطلبه منها مش فهمة يعني البت نجوة محبوسة في السجن وبتسام لها الناس جوه ممكن تدايقها وبتسامش بتاعت الكلام دوت وأنا خايفة أخسرها لا يا ستي ما تخفيش أنا مش هطلب منها حاجة من اللي في بالك أنا عايزها في حاجة تانية خالص وعد وعد يا شايماء وعد ينفع كده؟ طب خليه شهري عدي على الجواز وبعدين بقى أقفل تليفونك التليفون كان فاصل شحن يا رجاء والرقم اللي مش معا حد خالص كام عشان تعرف إنك بني آدم ما بتحبش نفسك كنت نجهزالك حتة صهرة في القوتيل اللي شاهد جوازنا تتجنن قلت طالما ما فيش شهر عسل يبقى على الأقل يوم أو يومين في الأسبوع إنت ليه بتتكبر على مشاعرك كده يا معديني؟ ليه خايف تحب أو حد يحس إنك بتحب؟ ما هخاف من إيه؟ يعني لا تكون فاكر إن ده بيقلل من إمتك ولا حاجة؟ أنا لو بحب حب حقيقي مش هكاف وحقول طب ما تحاول تقرب مني يمكن تحبيني حب حقيقي سيبك إنت أنا وإنت تجوزنا بعض علشان ما بنحبش نعمل حاجة غلط ولا نحب نغضب ربنا هتدخلني عالم البزنس بتاعك إمتا؟ أنا ما بحبش تغل النسوان حبيبي أنا مش نسوان أنا في الشغل زيه زيك بالضبط حبيبتي إنتي بفهمتيش أنا أقصد إيه؟ حبيبي اللي إنت مش فاهمه إن أنا مش حسيبك ولا حبعد عنك غير لما أخد كل اللي أنا عايزيه حبيبة قلبي إنتي خدت كل اللي ليكي حبيبي أنا اللي حدد أنا أخد إيه وأستحق إيه؟ يا روح قلبي أنا ممكن أطلقك دلوقتي حالا ولا يهمني يا عناية إنت ما تقدرش صدقني عارف ليه؟ لأن إحنا اللي اتنين فضحتنا واحدة وأنا بقى واحدة ولا بيفرق عندها كلام الناس ولا يفرق الناس تقول علي حلوة ولا وحشة المهم الكلام اللي حيتقال علي ده أنا حاخد منه كام؟ للأسس ما كنتش هتمنى إن إحنا نتكلم مع بعض بالطريقة دي وإحنا لسه ما بقلناش يومين جواز على الأموم أنا لسه عند كلامي مجاهزة لك صهرة حلوة قوي وجايبه لك المشروب اللي أنت بتحبه من بلده عن إذنك أنا عارفة إن هو طلب صعب قوي بس أنا مش هلاقي أي حد أأمن إبني عني غيرك إنتي أنت بتقول لي إيه يا ليلة؟ أنت عايزة تسيب إبني؟ أكيد مش هسيب إبني أنا عايزة حد يقعد معي ويهتم بي وحافظ عليه أنا لسه قدامي كتير قوي على حياتي ما تستقر يا شايماء طب وفيها إيه؟ ما أنا معاك ومش هسيبك ليلى هو أنت بس ممكن تهدي كده وتفاهمينها أنت عايزة إيه بالضبط؟ ولا حاجة أنا قررت إن أنا أستغل الفرصة وأشتغل في شركة مختار أنا عندي خبرة كويسة بس للأسف الشغلة عنده هياخد كل بقت وشايماء مش فاضي عندها شغلها يا كمان وزي ما أنتوا عارفين أو عنديش حد يقعد مع إبني وحافظ علي فافتكرتك وافتكرت الظروف اللي أنت مريت بيها فحست إن أنت هتقداري تعوضي مع إبني واتخدي بالك مني وبعدين أنا مش هسيبك ولا حاجة أنا هبقى دايماً حواليك وكل يوم هاجي عشان أشوفه يا جماعة أنتوا عارفين الظروف اللي أنا مريت بيها صعبة قد إيه؟ وعارفين دلوقتي أنا ما عنديش أهلي يعوضوا مع إبني فهلا بعتابك أنت وشايماء أهلي أنا معنيش مشكلة أنا قدر أقولك أن ربنا عوضني بعد الحرمان اللي أنا شفته ده وبعدين ساجد كمان هو إبني يبقى أكيد عندي طفلين بدل واحد يعني أنتوا في أبسام؟ أكيد ما قدرش أقولك لأ مش عارف أقولك إيه؟ يعني إيه الكلام اللي بتقولي ده؟ يا ابني أنا ما مملكش حاجة كل اللي مملكه 300 ألف جنيه وشوية دهب طيب ورثة موكي بابا ما عندوش حاجة كل حاجة بإسم عمي أنا عزلق ده واضح أن عمك ده كان حرامي أصلي أصلي هيني أنا عاوزة تزور خالي في المستشفى إيه اللي ابتسامة دي؟ عشان كنت أقولك نعمل كده بجد؟ بجد والله يا راوية أنا مبرح ما جاليش نوم خالص هتجنة عمال أقلبها في دماجي مين وشمالها جبها كده جبها كده هموت وأعرف أبوك الله هرحمه ساب الفلوس دي لعمك من غير حسابك ولا سابها له عن طيب خاطر ولا إيه اللي حصل بالزبط هتجنن وبعدين بس مش معقولة يعني المليارات دي كلها ملك المعداوي لوحده ما أكيد أبوه زي ما كتاب له هيكتب له أخوه صح ولا أنا غلطان لا أنت مش غلطان طيب يبقى يكيد في حالة حصلت هي اللي دبحت أبوكي وخلته يموت صغير مش هو اللي كان صغير برضو آه كان صغر منه بخمس تنين عارفة حل الموضوع ده كله عند مين مين خالك خالك كان شريك المعداوي وفجأة الشركة كلها بقدرة قادر بقت ملك المعداوي لوحده سبحان الله اللي بيشارك الراجل ده يا يتقتل يا يتجلم بس أنا عاوزك تعرفي حاجة يا حبابتي أنا مدخلتش في الموضوع ده عشان المعداوي ولا فلوس ولا فلوس خالت كل ده ما يلزمنيش أنا دخلت عشاني كنتي ووقفت في الموضوع ده وشغلت دماغي عشاني كنتي مش عشان هي حاجة ديني هاني خليت جنبي أنا مليش غيرك أنا فعلا نفسي بقى جنبك بس مش عارف عامل إيه ضميري بيقنبني ضميرك؟ ليه بقى إن شاء الله صورة خالد مش راضية تفرق خيالي طول ما أنا نايم حاسس إن خدت حاجة مش بتاعتي وحاسس إن بخونه شفت أنت بتكلم إزاي؟ هالخالد قالي لعلمك بقى أنا مش في دماغه أصلا هو لو عليه يتمنى سيبه خلاص سبيه انت عبيت طب ده أنت لسه قايل حالاً لدي مفضل جوه البيت ومخرجش منه يروان واختحقي بالكامل ومزاقك فقط هو حضرتك المطبخ زي الفل ومأكلتش كمين هو أكل مش عاكمك ولا أية؟ لا بس أنا أقامليش نفسي لا ملكش نفس إزاي؟ دي ليلا قالت لي إن خلاص يعني هتنزل تفتح الشركة من تاني فلزم تاكل عشان أعدين وهو بعدين وهو إيه اللي بعدين مش شايفة ان اللي انت بتعمليه ده زيادة عن اللزوم اه هو زيادة عن اللزوم بس انا هقولك لي انا بعمل كده انا سبت بيت ابويا و امي ما بتسألش عني خير كل شهر ولا شهرين مرة دخلت السجن والناس شايفة ان ما ان متهمة بس انا شايفة ان اي بنت جدعة في مكاني هتعمل اللي انا عملته دوا اكتر اشتغلت شغالة ومزدعلانة بالعكس مبسوطة وفرحانة اني باكل من عرق جبيني وما حدش لحاجة عندي بس ما عنديش اهل ولا عائلة ولا صحابي عنديش حد تسند علي عشان اصلا مفيش حد عيدة لتسند علي فيش قدامي غير ليلى انسانة نظيفة عندها مشاكل بالكون السوامين فينا ما عندوش مشاكل بالكون متر عمد واقفت معاها عشان حس ان هي مظلومة وحضرتك فتحت لها بيتك ليه عايزني اسيب الناس دي كلها وابعد عنها ليه مكونش واحدة منكم حتى لو اخليكم تحبوني بالعافية موسيقى ده مفتح جيد ادي الليلة مفتحها وخلي مفتح دمعك وفتع لي البيت في وقت نمسكي اوض المناسبة صحيح على فكرة انتي اكلك حلو قوي سنة بصراحة متعود اخسي الحاجة اللي باكل فيها موسيقى موسيقى انا مش هتأخر كلها يومين وهرجى انا ممكن ابعت اجيب الولاد بالطيارة وبسرعة على هنا ودخلهم احسن مدارس بس انت شاوري انا عارفة ومتأكدة من ده بس هيا الفكرة انه السنة الدراسية هناك قربت تخلص وهما لازم يستنوا لحد ما تخلص عشان ياخدوا الشهاد بعد كده اللي حضرتك عايزوا اعمله وانا مش هاوللك لا خلاص برحتك بس انا كنت عايز اطلب منك طلب واموري خالد ما له خالد ما تسيبوش لوحده قربوا منك وكلموا انا من ساعة ما جيت هنا ما شفتكوش قاعدتوا مع بعض مرة ساعة تتكلموا وتحكوا وتتحكوا انا عارفة انه خالد مش صغير بس هو محتاج لك وفي حاجة تانية انا عايز اقولك عليها ممكن تبدو بايخة شوية لا 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 انت تقولي كل اللي انت عايزاه هو متضايق شوية من موضوع جوازك اه فهمت انا اسفة يعني بس لا 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 اسفة ايه انا مبسوط قوي ان انت بتتكلمي معايا ما تعرفيش انت قريبة من يد ايه شكرا موسيقى مساء الخير مساء منك قادر قابل باستاذ عماد هو مش موجود بس تحت امرك تفضل في حاجة طيب هو هيبقى موجود انت عشان عايزه في موضوع مهم يعني اه تقدر تقولي انا اخته ممكن تقولي اللي انت عايزه تفضل طيب استأذن حضرتك في رقم تليفون بس للأسف ما يفعش اديك نمرته الا بإذن منه حضرتك ممكن تقولي اي حاجة وانا بلغي له بصراحة انا بسأل على مدام ليلى انعرفت انه هو اللي ماسك القضية بتاعتها يعني فبدور على العنوان اللي هي سكن فيه ليه؟ فيه حد مهمة هي عارفاها محتاج زيارة منها طيب حاضر هقوله بس اذن حضرتك في ورقة فاضية طيب معلش انا تعرف حضرتك معايا لا لا اتفضل تحت امرتك ده رقم تليفوني ممكن تبلغيه انه منيره صاحبتها تعمنة او بتسأل عليها طول الوقت ويريت تخليها اكلمني تشكر السلام عليكم عليكم السلام يا مرحب طلباك طيب بعد ازلناك وقع بس دايك يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ معنا ايه الكلام ده؟ يعني هي تخرج ونفض المرمية هنا ومال احنا كنتم بتعمل ده كله ليه؟ ايه بحدي بس يا نوكا مش كده ما ينفعش حد فينا يظهر معاك ده ضد اللي احنا عملناه وبعد ايما انا ممكن ادفع عنك بس هيكونوا عرفوا بقى ان انا كنت خطيب ميرفت وان علاقتي بك يعني مشكوك فيها المعدة وما ينفعش يبعث المحامين بتوعه وإلا هيعرفوا ان احنا كنا تابعه خلاص يا حبيبي شوف محامي تاني بقيد عنك وعنه ايه؟ صعبة دي؟ مش صعبة ما هو ده اللي كنت نوعه اعمله بس الصبر شوية نوجة كلها يومين ان شاء الله ده على هيتها وتطلع عارف لو عملت حاجة كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده انا عارف ان لسانك قد كده وتبيع ابوك في لحظة كلها يومين تلاتة وتطلع خلاص انا قلتها كلمة ده فعل؟ اه اللي اتفقنا عليه ولا لأ؟ اه طبعا حلو قوي نصيبي بقى اياك تيجي جنبه ايه ده يا نوجة ده يا نوجة ده اسمه كلامي ايب عليك ايه؟ بقولك ايه؟ هتيجي نطلب من الرجل ده ارشين زيادة لا ارشين ايه؟ ده احنا نطلب مبلغ على بعضه نطلب مليون جنيه اه احنا طلعنا هو بلقه وفي اتفاقنا بيننا وبيننا تعرف المنصور واخد كام في العملية اللي عملها وما طلعش من وراه بحاجة؟ واخد كام؟ خمس ومئة الف جنيه او اقسم بالله زي ما بقولك كده لو حبيتي انا معاكي بس تبقى في ظهري يعني لو بعد حد يستكشف كده ولا كده يسألك هنا قولي له اه انا تعبت في السجن وعايز ايه فلوس زيادة وبعدين لازم تصممي انك تاخدي الفلوس دي قبل ما تخرج من هنا وانا اخد الفلوس قبل ما اخرج ازايا؟ عادي يعني ها استلمها لك انا اه انت مش عندك حساب في البنك؟ اه عندي حساب قديم كده مفهوش خمس تلاف جنيه على بعض خلاص هاخد الفلوس منه احطها لك في حسابك واجبلك ايصال بادع المبلغ قلت ايه؟ ماشي الحمدلله على السلامة كنت في من زمني يا نوجة طب اقولك ايه؟ ابقى اعمل ادعا للفلوس القديمة اللي عليك يا حبيبي بالمر انت قلبك اسود قوي طراص يومين وعتطلع جميل احنا عايزين نعمل اعلانات عشان نجيبهم موظفين جداد لازم السوق كله يعرف ان الشركة رجعت تشتغل تاني وطبعا احنا محتاجين راس مال كبير مش هينفع ننزل السوق باي راس مال صغير ولا حاجة مينفعش ننزل السوق كان هنا لسه نبتدي ولا انتو شايفين ايه؟ انتو بتفكر في ايه؟ عايز اقف وصد المعدده في كل حاجة وصده في السوق وصده في المحاجة حتى في بيته عايز اعرف عنه كل كبيرة وصغيرة عايز ايبان قدامي كأنه عريان عشان يوم اقول خلاص انا هاخد حقي معرفش يفلت من تحت قداي معدوي على فكرة كان له اخ كان رجل محترم اوي انا قابلته اكتر من مرة السوق انتو عارفين السوق بتاعنا السوق صغير الشركات والمكاتب اللي بتتنافس وليه لا انا كنت من اهم المكاتب اللي بتشتغل في المجال ده اقول معدوي ده جالي مرة تقابلنا مع بعض او اللقاء بينا وبين بعض حصل فيه تصادم بعد كده الراجل جالي اكتر من مرة وليته ألطف من الاول حصل بينه وبينه كده علاقة يعني ندرش تقولوا انها علاقة صداقة بس كانتها علاقة محترمة الراجل ده كان دايما بيشتكيلي من تعاملات المعداوي وطريقة ادارته للشغل بس هو ما كانش بيقدر يقول له لا لان اخوك كبير وهو اللي ماسك كل حاجة يعني كل حاجة كان في يده تقريبا وجيف مرة قابل ما يموت بشوق كده قالينه خايف خايف على بنته وعلى فلوسه وعلى الحياة اللي عملها من درجة انه بيفكر انه هي اجر لان الحياة هنا ما بيتش كويسة ساعدها انا حسيت انه هو بيلمح عن علاقة باخوه ده اللي هو والد رابي؟ انا شفتها فعلا عنده في الفيلا لما رحت هناك بالزبط طب حضرتك توصل ايه؟ اقصد ان المعداوي تعاملاته في الشغل ما كنتش سوية يعني لو احنا قدرنا نوصل لحاجة من العاجات دي هيباشي قايل اسفة اخرت عليكم في واحد اسمه نور جنة المكتب سابع نمرة دي دي نمرته وبيقولك ان في واحد اسمعها مونيرة بتدور عليك المشكلة دلوقتي ان انا لازم يجيب موظفين عشان ينزل من المكتب وعشان اجيب الموظفين دول لازم اتفعلهم مبالغ كتير قوي وانا بصراحة عايز انزل السوق بقوة فمش عارفة اعمل ايه مش عادر اجيب موظفين مبتدئين ومش عارفة اتفعل مبالغ دي كلها من ايه يا استاذ مختار كلمني في الموضوع ده قبل ما انسلي مختار؟ متكلمك دي في الموضوع ده شركة مختار دي كانت من اكبر الشركات في السوق دي نفذت مشروعات كبيرة جدا رأس مال الشركة كبير جدا اكتر مما تتخيالي كل الموضوع بس انه هو ازهاد الدنيا بعد موت ابنه ايه انت عايز تقولين فيه المبلغ لسدي كل ده؟ مبالغ احنا نقدر ندخل السوق وبقوة كمان طب الحمد لله فعلي انا نشوف منيرا مبالغ ليلى ازاي كاني سامنيرا؟ طيب انا انا استنى مورا ميش ايام منيرا بنت اغطي في نفسك ده؟ بحد يام يكلف نفسه؟ انا تعبانة قوي علي انت تعبانة؟ طيب انا عملي طيب انا تعبانة من نفسي علي انا ما بقتش عارف انا عايز ايه ما بقتش عارف اعايش علي انا بخاف من كل الناس خفت منك خفت من علاقتي بيكي هربت منك وهربت من نور انا لما بمشي في الشارع بحس بحس ان الناس كلها بتتكلم علي يا ليلى كنت عايز اغير حياتي كنت عايز اغير شكلي لابسا امشي في الشارع ما حد ديش اتكلم علي ليه يا حبيبتي؟ كل ده عشان خطر ايه؟ عشان خفت خفت من ايه؟ خفت من الناس قوي يا نايل انت عملتي عشان الناس تتكلم عليك الناس بتتكلم علي انا متأكداً انا شفتهم انا شفتهم كانوا بيتوشوشوا وبصولي يا حبيبتي انت اكبر من كل الناس مش كلام الناس اللي يعمل فيك كده وخليك تهدي حياتك انا سبت نور لسه بتحبيه؟ مش عرفة مش عرفة مش عرفة سعب بيحسي ان انا عايز اشوفه سعب بيحسي ان اعايز اتكلم معاه وستعب بيحسي انا مش عايز اشوف احد مش عايز اتكلم احد ايه ليل انا خايفة وانني مش لقي اي حد اتكلم معاه انا عايز 280 دقيقBlue خليهم يخرجوني من هنا حاضر حاضر ياomedير مش هادر صدق ان انت ومنيرها مش عارف تاخد قرار في حياتها وما انا عملي انا سمعيتي بقت زي الزفت صرتي على كل لسان اروح امقوت نفسي قادله على وش في مية اتمرت لمحدش يعرفني انا ماشي في الشارع وولا اروح اقول لي مع الدوين انت صح انا فعلا كدابة انا اتجوزت يوسف وقتلته عشان اورسه واسيب له حقي بقى وحقي ابني مش كلتك يا منير ان انت خفتي خفتي من الناس من كلامه معين ان الناس دي فاضي قوي مورهمش اي حاجة غير الفضايح والكذب وبس بيتابع مجلات الكتب والفضايح اكتر ما بيتابع الافلام والسلسلات واكتر ما بيشتروا الكتب عارفة دين؟ عشان اتنعوا نفسهم هما تمام ان هما عملوا اللي عليهم وخلاص وكفية كده والحمد لله يا رب مصدك ايه؟ قصد ان انت قررت تعملي زى اي حد ضعيف وفاشل ما عرفش واجه مشكلته ولا قادر يحله من الاخر قررت تسدمش جد بالحد منيرا انتي لازم تخرج من هنا لازم تطلع من المستشفى دي لازم ترجع تشتغل تاني تقف على رجليكي ويكونك هدف تسعيل سيب اللي اتكلم اتكلم سيب اللي يشتم يشتم سيب اللي يقول يقول كل الناس عندها بلاوي اكتر مننا مليون مر بس عارفة الفرق ما بيننا وبينهم ايه؟ ان هما بيعرفوا يداري على فضايحه بيخبوها ومش بيواجه مشكله بيفداروا حاطين راسهم في الرمضة انتي ايه بقى؟ لا تحط راسك في الرمضة حتى امتى يا منيرا؟